بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله بفضل الله زي ما سهلنا ان احنا نفتح البروجيكت عاوزين دلوقتي نسهل ان احنا نعمل رن للسيرفر انا دلوقتي هفتح النوت بادل عادي ده اوكي وهعمل سيف للملف هسميه الملف ده بقى هيعمل ايه هيرن السيرفر فهسميه run underscore سوري هنسميه run underscore server dot bat ماشي وقلتلك انت بقى براحتك براحتك باشي سكريبت dot command على انظمة اخرى براحتك تمام بنفس الفكرة بفضل الله مع مراعاة الانظمة طبعا واتي سيف على الديسكتوب ليه بعمل كده في الاول عشان تاخد بالك ان انا لما بتكلم هنا مع command prompt انا اقصد من المكان اللي انا فيه ده من المكان مش هقعد اقوله بقى c نقطتين لا انا اقصد من المكان اللي انا فيه ده يعني انما يجي هنا اقوله cd على الديف انا كده اقصد الديف اللي هو مع ده في نفس المكان ايوة ايوة خلاص طيب بعد كده بك سلاش ماي كافي ده البروجيكت ماشي رحت خلاص لايه لالبروجيكت طبعا انت علشان اه ترن السيرفر محتاج انك انت تفعل البي الف ترى طيب هترنه ازاي طيب خلاص يبقى احنا dot backslash v em v خلاص كل ده بقى خد بالك ما تكتب ليش الامر ده فوق لا اول حاجة تعمل change directory وبعد كده تكتب امر عشان يبقى عارف هو هيعمل ايه ماشي dot backslash v em v backslash script backslash activate حلو قوي وكمان نفذلي كمان على طول كده يعني وانت في نفس القصة ماشي نفذلي ايه بايثون نفذلي الامر ده بايثون مسافة طبعا لو انت على انظمة اخرى وعندك البيثون القديمة هي المفعلة هتكتب لي هنا ايه بايثون سري الكلام ده وضحته قبل كده ماشي بايثون manage dot by عايزة منها عايزة تعمل لي run للسيرفر ايوه run المين للسيرفر ماشي كده run للسيرفر وكمان هسهل ان احنا بفضل الله نفتح السيرفر على طول خلاص طبعا عن طريق الرابط اللي بيدو لك والبورت تمن تلاف هنا مطلعوا تمن تلاف شوف عندك انت مطلعوا ايه انت هتبقى عارف الحاجة بتاعتك هترن السيرفر وهتاخد يوه ايه اللي تحطه هنا ماشي انا هقول له start مع مراعاة الانظمة الاخرى برضو هناك عندك start start مسافة انا عايز ايه انا مش هفتح ملف ولا حاجة انا هفتح http هفتح رابط http اوكي نقطتين slash slash بعد كده هقول له local host اللي هي تعادل الرابط اللي هو بيدو لك الكلامنا برضو عم وضعت قبل كده local host بس اهم حاجة port cam تمن تلاف خلاص يبقى هو هيعمل ايه هو هيعمل ايه اول حاجة هيعمل للمكان ده عشان يبقى جوه المشروع بعد اما مؤشر الملف ده يبقى جوه المشروع هيفتح صفحة الانترنت دي فهيفتح لك البراوزر اللي انت عامله دفلتو الواحدة سواء كان جوه الكروم ولا ايجي ولا غيره هيفتح لك البراوزر ماشي على الصفحة دي وهيروجر على طول يعمل اكتيفيت ويرن السيرفر فهو يضعه بالصفحة وهي بتحمل هيكون هو رن السيرفر اصلا انا عارف هينفذ الامر ده بعد ده معاملة خاصة بس عشان ايه اكتيفيت خلاص هو هنا هيفتح الصفحة وهي الصفحة بتحمل على طول هو هيشغل السيرفر متقلقش بفضل الله خلاص خلينا نعمل بتجربة هي تعال نجرب ندوس اه على تمام طبعا زي ما احنا ما شايفين بفضل الله السيرفر رن من غير انا ما اكتب اي حاجة خلاص انا كتبت مرة بقى خلاص خلاص كده السيرفر ده مش هيموت طبعا شغال معاك مش هيموت الا لو انت قفلت مين قفلت الدوس ده لو قفلت شاشة كوماند برون بالدي اللي هي شغالة مش شغالة اصلا ماشي? لو انا مسلا جيت هنا وقفلتها كده خلاص السيرفر مات مش هيشتغل خلاص فملف رن السيرفر بيسهل عليك انك انت بمجرد خلاص ايفل دي بقى خلاص انت كده عملته واشترت على فكرة انت بعد كده نفس المصادر دي هي هي اللي بتسهل عليك بيها يعني اللي غاية ما هم يبقوا يسهلو علينا في جانجو نفسها ماشي? نفس الملفات دي انت ممكن تاخدها لاي تاني يعني انت ممكن تحط هتغير بس اسم البروجيكت يعني انت كل اللي هتعمله بس انك انت هتشيل ماي كافي دي اي بروجيكت بتاعك بقى جوا الدف بطريقة منتظمة ماشي هتشيل ماي كافيه وتحط اي حاجة تاني بل كمان انت ممكن تعملها بالبيسون خد بالك انت ممكن تعمل الحاجات دي بالبيسون تخلي البيسون عن طريق سيستم تنفذلك اوامر تخاطب السيستم خلاص ويبقى انت كده اشترت دماغك خالص بقى يبقى انت بقى ولا بقىش سكريبت ولا كماند ولا بتاع ملف بايسون عندك بيسهلك القصة بتشغله خلاص خلصت القصة صح او لا؟ يعني انت ممكن تعمل باكتر من طريقة الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لنا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وتنشرها وبتشارك ربضانا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر وتأكد ثواب على كل حاجة بتنشرها الناس